إذا حابت تتعلم طرق تصنيع الدخون الإماراتي سواءً كنت في الإمارات أو خارج الإمارات اليوم تقدر تلتحق بدورة الدخون الإماراتي المسجلة اللي تنعرض على قناتي في التليجرام وهي عبارة عن فيديوهات مسجلة أعلمك فيها طرق مختلفة لتصنيع الدخون الدخون الملكي المقرس اللي ما ييبس وثباته جداً عالي في الملابس أو حتى في المنزل أيضاً الدخون الابتكاري بماء الورد اللي يعتبر واحد من ابتكاراتي اللي ابتكرته في سنة 2001 مسيرة عشرين سنة اليوم بعلمك إياها في مجموعة فيديوهات تنتج منها مجموعة من أنواع مختلفة للدخون وتبدأ تجارك فيها أيضاً بتتعلم في هذه الدورة طرق تصنيع الدخون لفقوش اللي يعتبر واحد من أنواع الدخونات القديمة واللي تقريباً الحين ما حد يصنعها وأيضاً بتتعلم كيف تصنع المخلطات اللي نستخدمها في تصنيع هذه الأنواع من الدخون وكيف تفرق ما بين أنواع المواد المستخدمة وشو أجود هذه الأنواع اللي لازم تستخدمها سواء كان من السحال أو المسك أو غيرها من المواد المستخدمة أيضاً بتتعلم كيف تتفادى المشاكل اللي يتواجهك في تصنيع الدخون سواء من رائحة الحرق اللي دايماً نلاحظها في نهاية أي نوع من أنواع الدخون إذا ما كانوا صنع طريقة صحيحة أو من الدخانة السودة أو الدخانة البيضة اللي دايماً تواجهنا في تصنيعنا للدخون وهي تعتبر أخطاء بسيطة لكن لازم تتعلم طرق تفادي هذه الأخطاء علشان ما تواجهك في الدخون بعد ما تصنعه أيضاً بتتعلم كيف تصنع دخون برائحة أي زيت عطري من البراندات المشكورة الدورة غنية جداً بمعلوماتها وهي عبارة عن فيديوهات مسجلة موجودة على قناتي في التليقرام الفيديوهات تبقى معاك دايماً ما تنمسع من أي مكان في العالم تقدر اليوم تلتحق بهذه الدورة وتدخل وتتعلم الطرق الصحيحة لتصنيع الدخون الإماراتي للتسجيل في الدورة تواصل معاي على الواتساب اللي جدامك وفالك طيب اشتركوا في القناة